بيدخل الفنان النجم مصطفى شعبان رمضان عشرين تلاتة وعشرين بمسلسله وبابا المجال اللي هيتزاع على قناة النهار المسلسل بتدور احداثه داخل حارة شعبية وبتدور احداثه خلال شهر الرمضان لكن بتأكيد القصة ملهاش علاقة بمسلسل رمضان كريم لان هنا بنشوف ان البطل يشتغل في كتع غير السيارات وبيبتدي من السفر لحد ما يوصل يبقى احد كبار تجار كتع غير السيارات لكن دوت بيكون كفر لشغله الاساسي اللي هو بيكون في تجارة الاسهار دي عودة لمصطفى شعبان بعد ما كان عمل مسلسل ملوك الجدعانة وكانت برضو في الحارة وكان مسلسل شعبي وكان نجح نجاح كبير جدا وكان شاركه البطولة ساعتها عمر سعد السنة قبل اللي فات لكن شفناها السنة اللي فاتت رجع عمل مسلسلات اللي هو معتاد عليها وعمل دور كوميدي ودور اجتماعي من اللي هو متعود عليهم لكن ما لقاش نفس النجاح فقرر ان هو يرجع السنة دي يعمل نفس اللي عمل في ملوك الجدعانة وهو مسلسل شعبي لكن المرة دي بالقصة اقوى وزي ما هو صرح بالقصة مختلفة خالص عن ملوك الجدعانة او ما فيهاش اي تشابه بينها وبملوك الجدعانة وده اللي هنشوفه ونحكم عليه خلال شهر رمضان تأكيد هيبقى فيه منفسة ما بين مسلسل ومسلسل عمر سعد ومسلسل محمد رمضان ومسلسل امير قرارة لانه اللي اربعة في نفس السكة تقريبا ولو ان امير قرارة السنة دي مختلف لان المسلسل بتدور احداثه في العصر الاديم هنشوف مين اللي هقدر يحصل على نسب المشاهدة العالية خصوصا ان كل واحد فيهم مختار السنة دي قاسط بعناية ونجوم كبيرة مع كل واحد هنقول لكم النجوم اللي مشاركة في مسلسل بابا اللي منجهل بيشارك البطولة طبعا النجم الكبير رياض الخولي ساوسا مبادر والنجم الكبير باسم سامرة وكمان نسرين امين صهر الصايغ وجمانة مراد محمد نجاتي وأحمد ماهر فرح يوسف وعرف عبد الرسول ومحمد ردوان ومها نصار وكمان في المسلسل سامة ابراهيم المسلسل من تأليف محمد الشواف ورش الدراما ومن اخراج المخرج احمد خالد موسى اللي ابدع في مسلسل ملوك الجدعانة وكمان في مسلسل ابو عمر المصري وكمان الحصان اللي سود لأحمد السقة وكمان طبعا في الفيلم هروب التراري لأحمد السقة وامير قرار وانا نشوف مسلسل كويس وهنتابع مع حضراتكم وهنحل هنا المسلسل وهنرجع حلقاته وهنقول لكم عجبنا ولا ما عجبناش وهنستنى قراءكم كمان في التعليقات اتمنى ان تكون الفيديو عجبكم اتمنى ان تشتركوا في القناة وتعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد متخلوش اي مسلسل يعطلكم على العبادة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة